تقدم ميداني مستمر لقوات الجيش الوطني في عدد من الجبهات الشمالية لمحافظة الأحج أبرزها في جبهة القبيطة التي شهدت عمليات عسكرية نوعية خلال الساعات الماضية العمليات أسفرت عن استعادة عدد من المواقع الهامة من قبضة ميليشيا الحوثي بينها تبة الحمراء وتبتاء السنترال والأخمار ومنطقة الحلاجيم وسط هجمات هي الأعنف للجيش الوطني وانهيارات واسعة في صفوف الميليشيا وفرار العشرات من مقاتلها بدأ التقدم من يوم أمس الساعة تقريباً في الدين في الليل واستمر بتواصل حتى الآن لا أبطال حقوق المصارات غير عادية هجمات الجيش الوطني في جبهة القبيطة مؤخراً لم تكن منفصلة عن خطط الجيش الاستراتيجية في عدد من الجبهات الواقعة بين محافظتي تعز والعج بل جاءت متلازمة لتحركات أخرى لقوات الشرعية سيما في جبهتي حيفان وكرش التي نفذ الجيش فيهما هجمات مختلفة نتج عنها سقوط قتل وجرحة في صفوف الميليشيا واستعادة عدد من المواقع الهجوم الثلاثي من خلال استمرار قوات الجيش الوطني تفعيل ضرباتها الموجعة على مواقع وتجمعات الميليشيا في الأطراف الشمالية لمحافظة لحج وجنوبي تعز تضاف إلى ضربات أخرى أشد عنفا تلقتها الميليشيا من قبل طيران التحالف العربي الذي كان بدوره حاضرا من خلال استهداف عدد من مواقع ودوريات الميليشيا الانقلابية في مختلف الجبهات اشتركوا في القناة